المزيد دعوني توجه إلى العاصمة تونس معي هناك مكي هلال الإعلامي والشاعر التونسي مكي مرحبا بك زميلي دعني في البداية أسألك عن إرث الراحل الباجي قائد السبسي إجماع اليوم وكما في السابق علامه رجل توافقي ما الذي تركه الرئيس الراحل للجيل الحالي وللأجيال المقبلة من دروس سياسية تحية لك توني ولكل الأصدقاء هنا سعيد بأن نعود لشاشة بي بي سي رغم هذا اليوم الحزين هذا اليوم الحزين لكن الجميل أيضا لأن هذا الإرث الذي ذكرته هو روح التوافق التي أتى عليها التقرير حذرت اليوم كأجمل ما يكون وكأبرز ما يكون حالة إجماع حقيقية حول رجل مضى إلى بين يدي ربه الآن لكن الميراث الذي تركه بتاكي سيخلد هذا الاسم اليوم رأينا تونسيين من كل الجهات من كل الفئات العمورية من كل المشارب السياسية حتى أعداء الأمس والموت ينهي كل الخصومات كما نعلم جاءوا اليوم لإلقاء نظرة الوداع ولتوديع رئيسهم المنتخب ديمقراطيا وفي انتخابات حرة ومباشرة رئيسهم الأول المنتخب الميراث كثير في الحقيقة منها ما تحقق كمنجز ومنها ما بقي معلقا كنواية مثل قانون المساواة في الميراث وأكيد الأجيال القادمة والقيادات القادمة ستسير على نفس ضرب التحديث والمسار التحديثي في بلادنا طويل وعريق وقديم مثل ما تعرف توني صور كثيرة مزدحمة في الحقيقة تبقى عالقة بالذهن وبالبال وناس جاءوا من جهات نائية على دراجات نارية خصوم الأمس هبوا وكانوا في بالغ التأثر مواطنين عاديين عائد للتو من المقبرة والتقيد كثير من الناس الذين جاءوا هكذا بكل عفوية وصدق رغم حرارة القيد ورغم الصيف وأوج القيلولة ربما في تونس لكن ترى الجميع جاء وهب من كل حد بن وصوب كما نقول لا لشيء لأنه أحب هذا الرجل لماذا أحبه السؤال أجوبته كلها معروفة ومكشوفة أعتقد أولا لأنه منتخب ثانيا لأنه يحب وطريف ولماح وذكي ودبلوماسي سابق في الحديث وفي المهنة مناقب كثيرة ومآثر عديدة للرجل يمكن أن نأتي عليها لكن لعل الحيز الزمن الضيق من الوقت لا يكفي لذكرها والسعراضها كلها توني وبالضبط مكي ربما الشارع يشاطر أهل السياسة في تونس الحزن رأينا ورود تضع عمام القصر الرئاسي وناس ربما ينهمرون بالدموع أثناء مرور الجنازة لكن ما الشعور العام لدى الناس العاديين هل يمكن الحديث عن شعور واحد يجمع جميع التوانسة اليوم أم أن هناك ربما وأقول ربما بين مزدوجين مكي مآخذ على الرجل الراحل ثم مآخذ بالتأكيد تبقى هذه في سياق المعارك السياسية ليس هذا أوانو تقليبها الآن ربما أو أن ننكف جراح السياسة لكن المشاعر مختلطة في الحقيقة متداخلة بين كل التونسيين اليوم لعل السمى الأبلغ والأصدق لهذه المشاعر والأبرز هي الحزن والأسى هذا مؤكد هذا طبيعي الرئيس منتخب ويحبه التونسيون الصفة الثانية هي الأمل والمزيج بين الأمل والخوف لكن الأمل طاغي في الحقيقة لأنه مرت الأمور بسلاسة بمقتضيات الدستور تولى رئيس البرلمان الرئاسة وهو المخول والمكلف الآن بأن يحمل تونس والتونسيين إلى بر الانتخابات بأمان هيئة العلية للانتخابات تشتغل بنسق سريع ومتسارع التونسيون في حالة لا أقول صدمة لأن الوعكة الصحية السابقة ربما مهدت وخففت من وطأة الصدمة لكن الآن الشعور مزيج بين ألم الفراق وأمل الانبعاث هذا قدر تونس أن تبعث دوما من جديد والدرس الغالب اليوم هو سميته أنا عبرة الدخول والخروج دخول القصر مضفرا منتصرا بالانتخاب والخروج منه مضفرا أيضا في نعش وطني مهيب بالورود والسلام العسكري والجيش والمواطنين من المدنيين يلقون التحية العسكرية لعلكم شفتم كثير من الصوار في هذا الباب عبرة الخروج والدخول الخروج ليس في طائرة تغادر ظلاما تحت جنح الظلام ليس تحت الإقامة الجبرية وليس أيضا خلف أسوار سجن دائم أو مؤقت وليس أيضا في دروب التخفي المظلمة غادر في وضح النهار بجلاء بين ناسه وأهله ودخل القصر منتخبا منتصرا بنسبة محترمة رأاها المراقبون حين ذاك إذن الدرس الثاني أو العبرة الثانية إن كان يمكن أن نتحدث عن عبر هي رسالة لكل الدول العربية لكل القادة العرب أن تدخل قصر الرئاسة لا على دبابة بل بسناديق الاقتراع يمكن أن تغادره هكذا وإن غيبك الموت سيحفظ لك الناس في قلوبهم محبة كبيرة وإجلالا أكبر في الحقيقة هذه هي العبر أن التسعيني الذي قادة ثورة أو قادة دولة في ثورة قام بها الشباب يغادر ويترجل اليوم كأي فارس حينما يؤون له أن يترجل لابد أن يترجل وتونس ولدى وسيأتي قادة آخرون يكملون الطريق وهي تسير بسلاسة الأمور الآن والشوارع عادية أنا على سبيل الأحداث وانا جاي من المقبر إلى السوديو عرضني موكب عرس صامت لكن موكب عرس هذا يلخص صورة تونس اليوم ورمما هناك الكثير من الشهادات حقيقة مكي بمناقب الراحل السبسي دعني أسألك عن الرسائل الموجهة من خلال هذا الوجود الدولي والإقليمي وأيضا المحلي في الجنازة كبار رؤساء العالم مجموعة لبأس بها من الرؤساء العرب أيضا سياسيون من تونس رسائل كبيرة من خلال هذا الإجماع على مناقب وشخصية هذا الرجل ليس كذلك بالفعل توني مناقب الفقيد معروف ويؤكدها اليوم هذا الحضور الدولي الوازن أكاد أقول وذو ثقل كبير في حقيقة من الدول العربية من أوروبا من العالم العربي من دول الجوار والمحيط الإقليمي لن آتي على استعراض كل الرؤساء والقادة الذين حضروا لكنك بتأكيد وكبت الكلمات وكبت كلمة الرئيس الحالي سيد محمد الناصر كان في غاية من التأثر وتحدث عن رفيق طريق لابد أن يكمل طريقهما معا وكبت كلمة أبو مازن الرئيس الفلسطيني ثم دلالات في الترتيب بالتأكيد أول كلمة كانت لرئيس الجزائري المواقد مراعاة الجوار وأولوية القرابة حكم الجغرافية هذا الدبلوماسية تنصى على الجغرافية أيضا فيما بعد أبو مازن فيما بعد رئيس المجلس الانتقالي كثير من الرؤساء قالوا كلمات وكثير منهم لم يقل لكن الكلمة التي يجمع عليها الجميع أن هذا الرجل شاهق في مسيرته السياسية بدأ مبكرا العمل السياسي قدث لثة أرباع عمره في خدمة هذه الدولة وهذه البلاد جدير ومستحق وضروري أن يحتفى به دوليا ومحليا وإقليميا شكرا جزيلا لك زميلي وصديقي مكي هلال الإعلامي وشاعر التونسي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك